لكن أحببت أن أفرد هذا اللقاء للحديث عن حادثة جاء وقتها الآن وجاء سياقها الآن وجاء زمنها الآن وهو أسر سيدنا ثمام ابن أثال رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث موجود في صحيح مسلم ورواه ابن إسحاق في سيرته وروته كتب متعددة والحديث ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو هريرة وأنا أرجو أن نتأمل في المعاني التي أريد أن أطرحها عليكم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا استطلاعية قبل نجد فجاءوا برجل أسير اسمه ثمامة ابن أثال وكان سيد بني حنيفة جاءوا به إلى المسجد النبوي وكان مشركا وربطوه في سارية من سواري المسجد واستدل العلماء بهذا الفعل على جواز دخول المشركين إلى المساجد لفعل الصحابة دون أن ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطوه في المسجد وكان المسجد توضع فيه السراية يعني يربط الأسير فيه يوضع فيه الأسرة لماذا؟ قال كان يربط يرى المسلمين يصلون يسمع كلام الله يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرق قلبه بهذا السماع يعني وضعه في المسجد له غاية أن يسمع أن يدخل الدين إلى قلبه وعقله لعله يتغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على ثمامة بن أثال وثمامة بن أثال يا أخوانا حاول أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تراجع بعد أن نصحه قومه في اللحظة الأخيرة أن يتراجع عن هذه العملية لكن هو مبغض للإسلام واشتد بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد العام الخامس من الهجرة بعد غزوة الخندق فهو مطلوب الدم للمسلمين لشدة عدائه وحربه وبغضه للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ربطوه في المسجد في اليوم الأول يقول سيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا إساره يعني أمرهم أن يحسنوا إليه من أجل أن يحببوه بالإسلام استمالة لقلبه أحسنوا إساره فكان كل ما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما عندك يا ثمامة سؤال ما عندك يا ثمامة فيقول عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ولابد أن نقف عند هذه الجمل الثلاث لنفهم الحوار الذي دار بينه وبين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الجملة الأولى إن تقتل تقتل ذا دم ما معنى هذه الجملة فسرها العلماء تفسيرات ثلاث التفسير الأول يعني يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم أي تقتل رجلا لدمه مكانة عند العرب يشتفي قاتله به ويدرك به ثأره يعني نحن بالعامية منقول هذا الشخص شو محرز تقيل حرزان هذه معنى إن تقتل تقتل ذا دم أي تقتل رجل لدمه ثقل في العرب لدمه وزن في العرب يدرك قاتله به ثأره هذا التفسير الأول التفسير الثاني وهو التفسير الأرجح عند أهل العلم إن تقتل تقتل ذا دم أي تقتل رجلا مطلوبا بالدم مهدور الدم وكان ثمامة بن أثال أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه لأن في عنقه آثام عظيمة تجاه المسلمين فهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أعطيك ثلاثة خيارات الخيار الأول إن تقتل تقتل رجلا مطلوب الدم ولن يلومك أحد إن قتلتني للقاتل إذا قتل لا أحد يلوم الذين اقتصوا منه لأنه قاتل فهو يقول له إن تقتل تقتل رجلا مطلوبا بدمه وفي عنقه دم وبالتالي لن يعني يؤثمك أحد ولن يعتبك عليك أحد في قتلي المعنى الثالث إن تقتل قال في رواية أبي داود في سننه إن تقتل تقتل ذا ذم مدم ذم أي تقتل رجل رجلا له ذمة ونحن ذكرنا سابقا يا أخوانا الكرام بأن العرب كانت ترعى الذم يعني فلان في ذمة فلان فلا يستطيع أحد أن يقربه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن قتل شخص دخل ذمة أحد وقال من قتل ذميا الذم ليش سموا ذمي يهوديا أو كتابيا طبعا البعض يظن أن أهل الذمة هم اليهود والنصارى كل من بينه وبين المسلمين ذمة اسمه أهل ذمة يعني المجوسي إذا كان عندنا في ذمتنا منسميشه أهل ذمة والوثني أهل ذمة واليهودي أهل ذمة والنصران أهل ذمة ما دام بين المسلمين وبين الدولة المسلمين وبين هذا الرجل عهد وذمة هذا يسمى ذميا لذلك قال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني ومن كلف ذميا فوق طاقته في سنن أبي داود فأنا حجيجه يوم القيامة فالرواية الثالثة أو المعنى الثالث قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا ذم أي ذا ذمة طيب ذا ذمة يقتل لا يقتل القاضي عياض ضعف هذه الرواية لأجل هذه العلة إنه إذا اعتبرنا ذا ذم من الذمة من دخل في ذمة المسلمين لا يجوز لي أحد أن يقتلهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم والإمام النووي يقول لا ما فيها إشكال الرواية نصحيحها صحها قال معنى كلمة ذا ذم أي تقتل رجل له ذمام أي له حرمة عند العرب المعنى الأصح في قولي ثمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم أي تقتل رجلا مرتكب للجرائم مطلوب الدم لن يلومك أحد بقتله فاليوم الأول مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة قال خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم يعني تنعم ما تقتل تمن علي أن تطلق أسري بلا شيء وإن تنعم تنعم على شاكر فإما منا بعد وإما فدا يعني إذا أنعمت علي وأطلقتني يا محمد فستجدني شاكرا أنا رجل عندي مال لقيمة بين العرب لوزني في بني حنيفة فإن أكرمتني لن يضيع الإكرام عندي طيب العرض الثالث قال وإن كنت تريد المال لا تريد أن تعفو عني مجانا تريد أن تأخذ فداء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت وهذا بيدلك على مكانة هذا الرجل سل ما شئت من يقول هذه الكلمة يقول هذه الكلمة رجل واثق مما عنده وراءه قبيلة بني حنيفة يعني يا أخوانا اليوم القبائل مثل الدول اليوم يعني على مستوى دول كانت القبيلة يعني لها كبيرها وعندهم أموالهم وسلاحهم وجندهم إن تقتل تقتل ذا دم إن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلموا معه فلما جاء الغد جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة قال ما قلته لك إن تنعم تنعم على شاكر شو حذف ما قال إن تقتل تقتل ذا دم ولا قال إذا بدك مال سل ما شئت اختار شو خيار الثاني ما عندك يا ثمامة قال خير يا محا قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر في اليوم الثالث بعد غد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك وبس ما زاد ولا كلمة لا أن تقتل ولا أن تنعم ولا سل ما شئت العلماء وشراحوا الحديث قالوا تبهوا ركزوا يا أخوانا قالوا ليش أول مرة عرض عليه إن تقتل تقتل ذا دم وبدأ بها قال لأن الشخص المطلوب بالدم إذا طلب العفو والمسامحة قد يغيظ أولياء الدم يعني تخيل لا قدر الله تخيل شخصا قتل ابنك ثم يأتي إليك يعطيك خيارات يقول لك إن تريد أن تسامحني فسامحني أنت ماذا يحدث بك ربما تقتص منه في لحظتها فالعلماء قالوا أول مرة بدأ ثمامة بالقتل يعني أعطى خيار القتل من أجل أن يطفئ غضب طالبيه بالدم وأن يبرد صدوره طالبيه والساخطين عليه فهو قال لهم يعني أنا محقون الدم وأنا أعطيكم الخيار الأول هذا يجعلهم شو في فرق يا أخوان بين إنسان ارتكب جريمة وجاء إليك ارتكب جريمة معك وجاء إليك قال لك إذا بدك سامحني أو قال لك أنا أخطأت فأقم علي الحد والقصاص هذه الجملة الثانية ماذا تفعل بصاحب الدم تبرده فالمرة الأولى قدم الخيار المتوقع حتى لا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنه إنه قدم هذا لأنه رأى أمارات الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول واحدة أعطى الخيارات الثلاثة شو قدم القتل قالوا وعلى ذلك قول عيسى بن مريم كما ذكر القرآن عنه لما طلب العفو لبني إسرائيل ماذا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شو بلاش بالعذاب لماذا قال لأن المقام مقام معاصي ارتكبوها فلا يطلب لهم العفو إن تعذبهم هم يستحقون العذاب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فأثومامة مشى على هذا القانون وهذا قانون عقلي ما له علاقة بالقرآن يعني العقل يقول إذا كان كنت قد أسأت إلى إنسان لا تعرض العفو مباشرة فتحرك شجونه وعواطفه من أجل أن ينتقم منك طيب بالمرة الثانية شو قال له هلأ لما ترك لليوم الثاني معناه ذلك ما في قتل لو أرادوا قتله لقتلوه فالآن حذف خيار القتل في اليوم الثاني قال إن تنعم تنعم على شاكر وبس والقتل قال ما عندما تروح على الطاولة مضى يومه قال وفي المرة الثالثة لما رأى مؤانسة رسول الله صلى الله عليه وسلم له والله الواحد بيتمنى يكون ثمامة في ذلك الوقت كل يوم الحبيب الأعظم يقول له ما عندك يا فلان فلما رأى حسن أخلاقه وعظيم رحمته طمع أن يمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمل الكلام فقال له ما قلت لك خلص يطمع الكريم يطمع به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة خلص تركوه أبو هريرة رضي الله عنه يقول وكان الصحابة يحبون الفداء ويقولون ما نصنع لو قتلناه بس يحتاجون الفداء المسلمون بحاجة إلى مال لكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليس كرؤية الصحابة هذا سيد قومه والنبي عليه الصلاة والسلام خبير بالنفوس من خلال الحوار الذي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه وقع في قلبه أن هذا الرجل سوف يسلم قال أطلقوا ثمامة قال أطلقوه فذهب إلى نخل بجوار المسجد النموي فاغتسل ورجع ودخل المسجد والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله سمعوا يا أخواننا ماذا ختم شهادة قال والله يا محمد ما كان وأنا بتمنى ليطعنون في الدين في أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه الصور يعرضونها لا يعرض الصور التي يقتطعونها اقتطاعاً بغض النظر عن سياقها ويعرضونها كما شاءوا فيصورون الإسلام إجراماً وقتلاً وسفكاً في الدماء هذا الرجل مطلوب الدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتله وأن لا يطالب بدمه أحد لأنه مجرم وكان يستطيع أن يأخذ منه المال قال أطلقوا ثمامة فرجع فقال ثمامة بعد أن أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والله يا محمد هيك الرواية يعني بعد ما أخذ على كلمة رسول الله ومسلم الآن صار والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله يا محمد ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله يا محمد ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي يعني شوفوا كيف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلطفه ورحمته كل هذا الحقد يا أخوان أحياناً أنت بتكره إنساناً بس بتكره بلده ما علاقة بلده قال له أنا أبغض وجهك أكثر الوجوه وبلدك أكثر البلاد ودينك أبغض الأديان يعني ممتلئ ثمامة ابن أثال الحنفي حقداً وحنقاً وغيظاً وإحناً على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإحسان يا أخوان يستعبد الإنسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإمكان أو لن يدوم على الإحسان إمكانه أنت اليوم تستطيع أن تحسن غداً لا تستطيع فكل هذا الحقد بتصرف واحد قلب الرجل رأساً على عقب ثم قال له بعدما قال له وجهك أحب الوجوه إليه دينك بلدك قال وإن رجالك أخذوني وأنا أريد العمرة وكانت العرب في الجاهلية حج وتعتمر لكن الآن هذا الآن أسلم قال كانوا يحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم عليه السلام يعني الحج القديم ما فيه من معالم سواء كانت صحيحة بعضها صحيح أو بعضها خطأ فقال له الآن مباشرة يريد بعد الإسلام والتعبير عما في قلبه يريد أن يوفي أن يتعلم دين الله الفقه أنا شرعت في عمرة ماذا أفعل يا رسول الله أخذني رجالك وأنا أريد العمرة فماذا ترى قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالغفران والرحمة بعد الإسلام وأمره أن يذهب ليعتمر اليوم في بينه وبينه الآن نحن في مدة شو بصلح الحديبية وبصلح الحديبية أن يرجع المسلمون عامهم هذا ثم إذا جاء العام القادم رجعوا إلى مكة طافوا فيها ثلاثة أيام وخرج أهل مكة منها لكن هذا أسلم جديد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما أنك خرجت معتمرا لابد أن تكمل عمرتك فدخل ثمامة بن أثال الحنفي إلى الحرم فأخذ يطوف فأمسكت به قريش وأخذوه وقال صبعت يا ثمامة صبعت يعني تركت دين أبائك وأجدادك صبعت يا ثمامة قال لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب المعاصرين بيقولوا ثمامة بن أثال رائد المقاطعة الاقتصادية اليوم نحن كل فترة بيسير يسيئون إلى الحبيب الأعظم وإنما يسيئون إلى أنفسهم فالعلماء يدعون الناس إلى المقاطعات الاقتصادية حتى يتربى هؤلاء هذا أول من فعله فيما وقفت عليه من سيدنا ثمامة سيدنا ثمامة مؤخذوا قريش وأخذ يطوف وقال ما صبعت ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اليمامة تزرع والحنطة في مكة كلها تأتي من اليمامة سبحان الله بتلاقي واحد أحيانا صار له عشرين سنة مسلم المسلمون ما استفادوا منه شيئا ولا دينه استفاد منه شيئا هذا إسلام لحظة يا أخواننا مباشرة مقاطعة اقتصادية أنتم عم تحاربوا نبينا تحاربون رسولنا تسبونه وتشتمونه ونمد لكم يد العون لا نمد لكم يد العون فسيدنا ثمامة مباشرة قال أسلمت ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شافوه وهو سيد وإذا قال فعل قال خلوا سبيله قال وأضر بقريش الجوع لأنه بس وصل مباشرة ثم ابن الأثال إلى اليمامة قال امنعوا أحمال مكة كل شي قمح بيطلع إلى مكة المكرمة أوقفوه قال فأضر بقريش الجوع فأكلوا العلهز العلهز قيل ورق الشجر وقيل هذا قول قوي أن العلهز كانوا يتخذونه في السيني الهلاك والجدب والقحت هو عبارة عن وبر الجمل يعجنونه بالدماء ويشونه ويأكلونه يعني الشيء مقزز يعني لا يأكله إلا شخص مين أو شك أن يموت من الجوع وثما ما أوقف عندهم الحطة أوقف الحنطة قال حتى أكلوا العلهز طيب الحل ابعثوا وفدا وهي كمان رسالة ثانية لأعداء الإسلام لا يرون رحمته شفوا الموقف العظيم بعث بعثت قريش أبا سفيان بن حرب ومعه مجموعة من القرشيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى يتكلم مع ثمامة ليرفع الحصار الاقتصادي عن مكة المكرمة فجاء أبو سفيان ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منفعلا قال يا محمد أناشدك الله والرحم ألست تزعم بأن الله أرسلك رحمة للعالمين أنت مرحمة للعالمين قال بلى قال لقد أضر بنا الجوع قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالقحت والجوع فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن أرجع إلى قريش حنطتها بالله العظيم يا أخواننا بين وبين قريش حروب والمسلمون استؤلوا ارذهبت أموالهم في مكة والكفار المشركون أخذوا كل أموال المسلمين في مكة المكرمة ووضعوا أيديهم عليها لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس رحمة للعالمين أليست فرصة أن يقول لهم لا نحن بيننا وبينكم حرب صح الكلام ولا لا لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يثبت له بأنني رحمة للعالمين وأنني لا أحارب الكفار من أجل أن أسفك دماءهم فالإسلام ليس متعطشا لدماء الآخرين لكن أنتم حملتم السيوف في وجوهنا وأنتم قتلتم أصحابي واستوليتم على أموالهم على أموالهم وعلى بيوتهم وحاربتمون وطرتمون من ديارنا ثم تأتون بعد ذلك تتوسطون عندنا حتى نرفع عنكم العصار فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة ابن أثال أن أرجع إليهم حنطتهم أرجع إليهم الحنطة فأرجع ثمامة رضي الله تعالى عنه إلى قريش الحنطة هذه الأحداث كلها وقعت يا أخوان الكرام بعد فترة صلح الحديبية وقبل عمرة القضاء اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر